موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام أعزاء الدارسين في كلية العلوم الإدارية قامعة العلوم والتكنولوجيا المستوى الأول تخصص علوم إدارية أرحبكم إلى حلقة اليوم من سلسلة حلقات مقرر مبادئ الإحصال العلوم الإدارية وقبل أن نبدأ حلقة اليوم نستعرض معك عزيزي الدارس إجابة تدريبات الحلقة السابقة والتي كنا قد وعدنا باستعراضها في هذه الحلقة والإجابة هي واحد لمجموعة من القيم انحرافها المعياري ثلاثة فإذا ضربنا كل قيم المجموعة في ثلاثة فإن الانحراف المعياري يساوي تسعة اثنين تقاس درجة التجانس أو التركز بمقاييس التشتت إجابة السؤال الثاني نوع المتغير هو متغير كمي لأنه يتناول درجات الطلاب في الامتحان وهي قيم عددية اثنين لإيجاد الوسيط من بيانات مبوبة نستخدم العلاقة الرياضية الآتية والعلاقة الموضحة على الشاشة ثم كما تعلم أنه نكون عمود تكرار متجمع صاعد حسب الجدول المعروب على الشاشة العرض فهذا عندنا عمود الفئات عمود التكرارات وهذا هو التكرار المتجمع الصاعد ثم نحدد موقع الوسيط نحدده بقسمة مجموعة تكرارات اللي خمسة وعشرين مقسوما على اثنين نحدد موقع الوسيط سنلاحظ نخارج قسمة خمسة وعشرين على اثنين بيدينا اثنى عشر ونص والاثناشر مستقع بين العشرة وبين الثلاثة عشر وعليه فإن الفئة الوسيطية هي الفئة من ثلاثين إلى إلى أربعين حدها الأدنى هيكون ثلاثين قيمة الاف واحد وهي التكرار المتجمع الصاعد السابق لموقع الوسيط هو عشرة اف اثنين وهو تكرار الفئة الوسيطية ثلاث طول الفئة كما ستلاحظ عزيز الدارس يساوي عشرة إذن نطبق أو نعوض في العلاقة المعروضة على الشكل عندنا طول الفئة عشرة فتو بثلاثة الاف واحد بعشرة والإل بثلاثين نعوض في هذه العلاقة ميدي ويقصى لكلمة ميديان ثلاثين زائد اثنى عشر ونسناقص عشرة على ثلاثة في عشرة نستنتج أن قيمة الوسيط تساوي ثمانية وثلاثين وثلاثة وثلاثين من مية المنوال لكي نحسب المنوال نحن نعلم أن المنوال كما تلاحظ عزيزي الدارس يحسب من العلاقة التالية وهي مود يساوي L بلاس D1 على D1 بلاس D2 مضروبا في طول الفئة H هذه هي العلاقة المستخدمة لحساب المنوال وعند التعويض لو رجعنا للجدول السابق المعروضة فيه البيانات سنلاحظ الآتي هذه هي عمود الفئات عندما ندرس التكرار قلنا هو القيمة التي يقابلها أكبر تكرار فعند أكبر تكرار موجود في عمود الإفعي هو السبعة الفئة المقابلة له هي من عشرين إلى ثلاثين فحدها الأدنى هو عشرين إذن قيمة الـ تساوي عشرين الـ D1 هي الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة السابقة سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة الـ D2 هي الفرق بين تكرار الفئة المنوالية وتكرار الفئة اللاحقة سبعة ناقص ثلاثة يساوي أربعة وطول الفئة كما نعلم عشرة ونلاحظ التعويض في العلاقة التي تتضح على الشاشة مود اقتصال لكلمة مود يساوي عشرين طول الفئة D1 بأربعة على D1 زائد D2 أربعة زائد أربعة مضربا في عشرة نلاحظ أن المنوال يساوي خمسة وعشرين هناك مطلوبين آخرين نتركهما لعزيزنا الدارس للتفكير واستيعاب هذه الإجابة وبعد أن استعرضنا الإجابة عن أسئلة الحلقة السابقة نبدأ معك عزيز الدارس حلقة اليوم وهي بعنوان مقاييس التشتت النسبي يتوقع منك عزيز الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادراً على أن تشرح مفهوم التشتت النسبي تحسب مقاييس التشتت النسبي بطريقة صحيحة تحسب وتفسر معامل الإختلاف والقيمة المعيارية أربعة تحدد طبيعة التوزيع التكراري بطرق مختلفة وسعياً لتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك عزيز الدارس عدداً من الفقرات الدراسية والتي ستساعدك بمشيئة الله تعالى على فهم الجوانب الأساسية لعلم الإحصاء وبما يترتب عليه من فهم واستيعاب المعالجات الإحصائية التي تليها وفقرات هذه الحلقة هي كما يلي مقاييس التشتت النسبي ونأخذ منها نوعين معامل الاختلاف اثنين القيمة المعيارية القسم الثاني أو الفقر الثاني وهي مقاييس التماثل والالتواء وسنتناول فيها معامل بيرسون للالتواء والقسم الثالث أو الفقرة الثالثة هي مقاييس التفرطح أو التدبب عزيز الدارس عزيزة الدارسة والآن نبدأ بتناول فقرات موضو حلقة اليوم مبتدئين بالفقرة الأولى من هذه الحلقة وهي بعنوان مقاييس التشتت النسو عزيز الدارس ناقشنا في الحلقة السابقة مقاييس التشتت المطلق وبمراجعة جميع مقاييس التشتت التي سبق أن تناقشناها وتناولناها وهي المدى والانحراف المتوسط والتباين والانحراف المعياري نجد أن من المناسب أن نوضح لماذا سميت مقاييس تشتت مطلقة لأنها تعتمد على وحدة القياس المستعملة في القياس في قياس المتغيرات التي تم دراستها والمجموعتين أو صنفين متصلين بنفس المجموعة حال دون ذلك خلتلاف وحدات القياس المستخدمة أي أن مقاييس التشت المطلق تستخدم فيها وحدات قياس بينما مقاييس التشتت النسبي لا تستخدم أو لا تعتمد على وحدات القياس وهي تنقسم إلى قسمين سندرس منها معامل الاختلاف اثنين القيم المعيارية والآن سنتناول القسم الأول من أقسام التشتت النسبي وهو معامل الاختلاف ماذا نقصد به قلك هو نسبة مئوية خالية من وحدات القياس ولا يتأثر بكون القياسة كبيرة أو صغيرة مما يجعله صالحا لمقارنة درجتي التجانس في عينتين من القياسات المستخدمة وهو يحسب من العلاقة C.V equal S والانحراف المعياري مقسوما على X داش المتوسط الحسابي مضروبا في 100% إذن هذه العلاقة من خلالها نحصل على معامل الاختلاف ونتناول المثال التالي المثال يقول بفرض أن الوسط الحسابي لأطوال مجموعة من الأشخاص هو 168 سنتيمتر وبانحراف معياري 9 في حين كان متوسط أوزانهم 76 كيلوغرام وبانحراف معياري 6 المطلوب احسب معامل الاختلاف للطول والوزن ثم حدد أيهما أكثر تشتتا الحل أولا نقوم بحساب معامل الاختلاف للطول معامل الاختلاف للطول عندنا المتوسط الانحراف المعياري يساوي 9 والمتوسط الحسابي 168 نضرب خارج القسم في 100 نحصل على أن معامل الاختلاف يساوي 357 من 1000 معامل الاختلاف للوزن 6 لقيمة الانحراف المعياري مقسوما على 76 المتوسط الحسابي للوزن مضروبا في المية يساوي 7 894 نقارن بين القيمتين معامل الاختلاف للطول ومعامل الاختلاف للوزن نلاحظ أن متغير الوزن هو أكثر تشتت لماذا؟ لأنه أكبر قيمة معامل الاختلافين أكبر من معامل الاختلاف في حالة الطول فالوزن أكثر تشتت من الطول أي أن الأشخاص أكثر تجانسا في أطوالهم عما هو في أوزانهم ولتعزز ذلك إليك عزيز الدارس المثال الآتي إذا كان الوسط الحسابي لإنتاج العامل في المعمل A لإنتاج الأقمشة الجاهزة هو 1400 كطعة بانحراف معياري 400 وكان الوسط الحسابي لإنتاج العامل في المعمل B لإنتاج الأقمشة الجاهزة 1300 كطعة في انحراف معياري 300 خلال فترة شهر حدد أي من المعملين أقل لتشتت في إنتاج الأقمشة الحل نلاحظ أننا سنقوم بحساب معامل الإختلاف للمعمل A S على X شرطة في 100 عندنا الانحراف المعياري 400 في المعمل الأول على 1400 اليوم المتوسط الحسابي مضروباً في 100 فنلاحظ أن قيمة معامل الاختلاف تساوي 28.57% نحسب معامل الاختلاف للمعمل B 1300 لليا قيمة الانحراف المعياري مقسوماً على المتوسط الحسابي 1300 مضروباً في 100 نحصل عليه أو الناتج ساوي 23.8% نقارن القيمتين معاً نلاحظ أن معامل الاختلاف في المعمل A أكبر من معامل الاختلاف في المعمل B أي أن التشتت في المعمل B أقل من التشتت مما هو عليه في المعمل A بمعنى أن المعمل B أكثر تجانساً في إنتاج الأقوشة من المعمل A الفقرة الثانية القيم المعيارية ماذا نقصد بالقيمة المعيارية؟ هي عبارة عن خارق قسمة الفرق بين القيمة الفعلية والمتوسط الحسابي للبيانات مقسوماً على الانحراف المعياري ويرمز للقيمة المعيارية كما تلاحظ بالرمز Z وتحسب من العلاقة Z تساوي قيم XI لقيمة الفعلية ناقصاً المتوسط الحسابي X شرطة مقسوماً على الانحراف المعياري S نخذ مثالاً على ذلك نفرض أن لدينا درجات طلاب في مادتي الفيزياء والكيميا ونرغب في مقارنة درجتي أحد الطلبة في المادتين كالك إذا كانت درجة الطالب في الفيزياء 80 درجة وفي الكيميا 70 وكان متوسط درجات الطلاب في الفيزياء 85 بنحراف معياري 5 وأن متوسط درجات الطلاب في الكيميا 62 بنحراف معياري 6 فهل يعني ذلك أن تحصيله في الفيزياء أفضل من تحصيله في الكيميا لحل هذه المسألة لابد أن نحول درجات الطلاب من درجات عادية خام إلى درجات معيارية نحسب الدرجة المعيارية للمادتين درجة الطالب المعياري في الفيزياء Z 1 هي Z1 تساوي X1 ناقص X شرط على S كانت درجة الطالب في مادة الفيزياء هي 80 والمتوسط الحسابي 85 مقسوم على 5 يساوي سالب 1 ودرجة الطالب المعيارية في الكيميا Z2 تحسب أيضا من العلاقة 70 ناقص 62 على 6 1 و3 و3 من 100 لاحظ معي عزيزي الدارس كيف نستطيع أن نمثل هذه القيم نرسم المنحنة الطبيعي نلاحظ أن هذه القيمة هي ميو equal 0 أنه انحراف القيم عن المتوسط العام في هذه الحالة بصفر القيمة عندنا في الأصل أنه يوجد عند الموجب 1 وعند موجب 2 وعند الموجب 3 يقابلها قيم في القانب الآخر السالب 1 سالب 2 وسالب 3 يوجد داخل هذه بين انحراف معياري 1 68 من البيانات أي أنه يوجد 68 من البيانات داخل انحراف معياري 1 في حين يوجد 95 في المية من البيانات داخل انحرافين معياريين ويوجد عندنا 99 97 و73 من البيانات داخل ثلاثة انحرافات معيارية فهنلاحظ أن درجة الطالب في مادة الفيزية تقع عند النقطة سالب واحد أي بانحراف معياري وحدة واحدة ولكن ناحية اليسار التواء سالب بينما درجة الطالب في مادة القيمية 1 و3 من تقع في هذه النقطة فهذه القيمة تشير إلى 1 و3 و3 من م بمعنى أن الطالب انحرف حرفت درجته ناحية اليسار بمقدار وحدة واحدة بينما في الكيميا انحرف بمقدار 1 و33 في المئة باتجاه اليمين انحراف موجب إذن تحصيله في الكيميا أفضل من تحصيله في الفيزياء كان المطلوب هل تحصيله في الكيميا أفضل من تحصيله في الفيزياء أو العكس إذن تبين لنا أن تحصيل الطالب في مادة الكيميا كان أفضل لأن القيمة المعيارية 1 و3 في المئة انحرفت ناحية اليمين بمقدار وحدة 31 و3 في المئة من الوحدة الثانية أي أن تقع درجته داخل انحرافين معياريين بينما درجة الفيزياء انحرفت بالاتجاه السل رغم أن درجته في الفيزياء أكبر من درجته في الكيميا إلا أن مستوى مقارنة بزملائه كقيمة معيارية أن تحصيله في الكيميا أفضل من تحصيله في الفيزياء عزيزي الدارس تلحظ تلحظ أن معامل بيرسون للإلتواء يحسب من العلاقة S-K تساوي X شرطة ناقصا M-O لي المود على S نفسر القانون S-K ترمز لمعامل بيرسون للإلتواء X شرطة هي المين الوسط الحسابي اللا M-O هي اختصار لكلمة مود المنوال المقام S هو الانحراف المعياري وهنا يأتيك سؤال يقول لك علل من عيوب معامل بيرسون للإلتواء احتوائه على المنوال وكيف تعالج ذلك العيب أعيد السؤال مرة أخرى من عيوب معامل بيرسون للإلتواء احتوائه على المنوال وكيف تعالج ذلك العيب وللإجابة عن هذا السؤال نلاحظ أن لفقرة الأولى علل من عيوب معامل بيرسون احتوائه على المنوال لثلاث أسباب السبب الأول أنه قد لا يوجد للبيانات منوال قد لا يوجد للبيانات منوال اثنين صعوبة تحديده في حالة البيانات المبوبة ثلاثة قد يكون للبيانات أكثر من منوال لاحظ معي عندما لا يوجد للبيانات منوال بماذا ستعوض عن المود اثنين إذا وقد للبيانات أكثر من منوال معنى أن تحسب معامل بيرسون للمنوال الأول تحسب معامل بيرسون للمنوال الثاني وللثالث وعلى أي ملك يمسك تعتمد أيضا في الحجة داولة الكبيرة يكون من الصعوبة استخراجة كيف نعالج ذلك العيب أو كيف يمكن التخلص من العيب الذي شمل معامل بيرسون لحتوى على المنوال في التوزيعات الملتوية نلاحظ أن الوسيط يبعد مسافة الضعف عن المنوال ولذلك عندنا العلاقة المنوال ناقصا الوسيط يساوي اثنين في الوسيط ناقصا المتوسط الحسابي ننقل الوسيط إلى الطرف الآخر بإشارة موجبة ننقل الام دي إلى الطرف الآخر بإشارة موجبة فحيكون المود equal to medical median plus median minus to mean أي أن عندنا المنوال نجمع الآن عندنا الوسيط اثنين وهنا واحد ثلاثة ناقصا نتو اكس شرط نعوض عن المنوال في العلاقة ستارت اللي هي العلاقة الأصلية السكي وكما تلاحظ لتوضيح هذه العلاقة نتناولها بهذا الشكل وصلنا إلى أن المنوال مود يساوي ثلاثة في الوسيط ناقص اثنين في المتوسط الحسابي وعندنا من الأصل أنه السكي يساوي المتوسط الحسابي ناقصا المنوال على اس إذن اس كي يساوي اكس شرطة ناقص نشارة ونفتح كوس نعوض بادي القيمة ثري ام دي ماينس تو اكس بار مقسوما على اس إذن السكي هتساوي اكس بار ماينس نضرب هنا موق سالب في موقاب بسالب ثلاثة مضرب في الام دي وسالب في سالب موقاب تو اكس بار على اس عندنا اكس بار بالموقاب واثنين تو اكس بار بالموقاب هتساوي الثلاثة اكس بار ناقصا ثري ام دي مقسوما على اس بأخذ العامل المشترك نلاحظ أن الاس كي هيساوي ثلاثة في اكس شرطة ناقصا ام دي مقسوما على اس وبذلك نكون قد تخلصنا من المنوال من معادلة أو المعادلة التي نحصل منها على المعامل بيرسون الالتواء ولذلك علجنا ذلك العيب بأن صارت المعادلة خالية من المنوال واعتمدت على المتوسط الحسابي والوسيط كما تلاحظ أن معامل بيرسون الالتواء يكون موجبا باتجاه اليمين إذا كان الوسط الحسابي أكبر من الوسيط والمنوال نلاحظ أن معامل بيرسون الالتواء يكون موجبا إذا كانت قيمة الوسط الحسابي أكبر من الوسيط وهي أيضا لا بد أن تكون أكبر من المنوال وتكتب العلاقة بهذا الشكل X bar أكبر من MD أكبر من MO هذا في حالة أن ما يكون معامل بيرسون موجبا للتواء إذا كان معامل بيرسون سالب الالتواء فهتكون X bar أقل من الmedian أقل من المود بمعنى أن قيمة معامل بيرسون للالتواء محصورة بين القيمة سالب ثلاثة والقيمة موجب ثلاثة أما إذا كان الوسط الحسابي المين يساوي الوسيط يساوي المنوال المتوسطات الثلاثة المتساوية فإن معامل بيرسون SQ حيساوي صفر وهذا من المؤشرات أو دليل على أن التوزيع يتبع التوزيع الطبيعي عندما يكون معامل الالتواء يساوي الصفر إذن نجمل معلومة شاملة عن التوزيع المتماثل يكون التوزيع متماثلا إذا كان طرفه الأيمن يساوي طرفه الأيسر يكون التوزيع متماثلا إذا كان المتوسط الحسابي يساوي الوسيط يساوي المنوال الحالة الثالثة يكون المتوسط الحسابي أو التوزيع متماثل إذا كانت قيمة معامل الالتواء أو معامل بيرسل الالتواء يساوي الصفر إذا كانت قيمة معامل بيرسل الالتواء ساوي صفر فالتوزيع في هذه الحالة نقول عليه توزيعا متماثلا ولتوضيح ذلك إليك المثال الآتي المثال يقول حسب معامل بيرسل للالتواء التوزيع إذا كان الانحراف المعياري يساوي سبعة من عشرة والوسيط ثلاثة واربعة من عشرة والمتوسط الحسابي ثلاثة وواحد واربعين من مية ثم حدد درجة ونوع الالتواء نعوض في العلاقة تعويض مباشر هنلاحظ عندنا العلاقة هي ثلاثة في إكس شرطة ناقصا مد على إس الإكس شرطة موجودة قيمة ثلاثة وواحد واربعين والمدي ثلاثة واربعة من عشرة والانحراف المعياري سبعة من عشرة نلاحظ أن قيمة معامل بيرسل للالتواء تساوي أربعة من مية أربعة من مية قيمة موجبة ولا سالبة نلاحظ أنها قيمة موجبة ما الذي نستنتقه؟ نستنتق في هذه الحالة أن التوزيع ملتوي التواء بسيط ناحية اليمين إذن نستنتق أن التوزيع ملتوي التواء بسيطا ناحية اليمين لأن الإشارة ما لها؟ إشارة قيمة معامل بيرسل للتواء إشارة موجبة عزيز الدارس نعلم أن التفرطح هو درجة تدب بقمة المنحنة أي قيس مدى تدب بقمة المنحنة التكراري وهناك عدة أشكال للتفرطح منها ما هو ذات أطراف واسعة نسبياً وقمة ضيقة ويطلق عليه عادة ذو القمة المرتفعة ويكون تفرطحه أكبر من ثلاثة ويأخذ الشكل المبين على الشاشة لاحظ مفور أكبر من ثلاثة اللي هي العزم الرابع القمة ضيقة أكثر تدبباً وله أطراف متصلة ولذلك هذا الشكل يوضح التوزيع ذو التدبب المرتفع فهناك التفرطح قليل وإنما لا نصف الشكل هذا بأنه شكل مفرطح وإنما نصفه بأنه شكلاً مدبباً اثنين عندما يكون المنحنة معتدل التفرطح ويكون مقياس التفرطحه يساوي ثلاثة حسب الشكل الآتي لاحظنا المتوسط يساوي الوسيط يساوي المنوى لأنه شكل متماثل فحيكون عندنا القيمة الموجودة إنه المنحنة لهو مدبب بدرجة عالية ولهو مفرطح بدرجة كبيرة جداً فهذا الشكل يوضح التوزيع ذو التفرطح المعتدل والذي يطلق عليه التوزيع الطبيعي الحالة الثالثة عندما يكون التوزيع أو الشكل المنحنة مفرطح ويكون معامل التفرطحة أقل من ثلاثة فيأخذ شكل المنحنة الأكثر تفرطحاً لاحظنا القيمة أقل معامل التفرطحة أقل من ثلاثة ولذلك المنحنة بيكون أكثر تفرطح وأقل القيمة أقل تدبب ويتستطيع لكي نحسب التفرطح من الصيغة كي 1 ترمز التفرطح تساوي M4 على مربع M2 لاحظ معي هذه معلومة غير مضطرقة في الكتاب بشكل واسع وهو M4 تعني العزم الرابح حول الصف أو حول الوسط الحسابي M2 في المقام تعني العزم الثاني حول الوسط الحسابي فلكي نحسب مقدار التفرطح وأنت غير مطالب بحساب هذه القيم ستعطي قيم جاهزة المعاملة التفرطح يساوي العزم الرابح على مربع العزم الثاني لماذا العزم الرابح حول الوسط الحسابي يحسب من هذه الصيغة اللي احنا حسبناه في التباين سميشن XI ناكسن X شرطة مضروبا في التكرارات على N والعزم الثاني هو التباين أو هو القوة الرابعة للانحراف المعياني عزيزي الدارس تلك كانت الفقرة الأخيرة في حلقة اليوم والتي بدأناها باستعراض مقاييس التشتت النسبي وقدمنا خلالها مقاييس التشتت النسبي معامل الاختلاف القيمة المعيارية وكذلك مقاييس التماثل والالتواء كما حاولنا في هذه الحلقة تسليط الضوء على بعض الأمثلة التطبيقية لهذه المقاييس وأخيرا استعرضنا معك مقاييس التفرطح وقبل أن نختم هذه الحلقة نجد أنه من المناسب أن نطرح عليك عزيزي الدارس بعض التدريبات المتعلقة بموضوع الحلقة نأمل أن توفق في الإجابة عنها وسنستعرض معك في الحلقة القادمة الإجابة الصحيحة بمشيئات الله تعالى والتدريبات هي كما هو موضح على الشاشة المطلوب اخترى الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الواردة واحد للتخلص من وحدات القياس نستخدم قياس نسبه هو معامل بيرسون للإلتواء معامل الاختلاف معامل الارتباط الخطي اثنين من عيوب معامل بيرسون احتوائه على المنوال وذلك بسبب قد لا يوجد منوال للبيانات اثنين قد يوجد للبيانات أكثر من منوال ثلاثة صعوبة استخراجه من القداول التكرارية أربعة كلما ذكر السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة أيضا إذا كان المتوسط الحساب يساوي ثلاثة وواحد واربعين والوسيط يساوي ثلاثة واربعة من عشرة والانحراف المعياري يساوي سبعة من عشرة فإن معامل بيرسون للتواء هو أربعمية وتسعة وعشرين من عشرة ألف أربعمية واثنين وسبعين من ألف سالب أربعمية وثلاثة وعشرين من عشرة ألف أربعة في حالة التوزيع التكراري المتماثل فإن قيمة الوسيط تكون مساوية القيمة الوسط الحسابي والمنوال اثنين تقع بين الوسط الحسابي والمنوال ثلاثة أكبر من قيمة الوسط الحسابي والمنوال من عيوب معامل بيرسون للالتواء احتواه على المنوال وضح ذلك وكيف يمكن معالجة ذلك العيب إلى هنا عزيز الدارس نأتي إلى ختم حلقة اليوم نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا على أمل اللقابك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها نظرية الارتباط نأمل التحضير لها وإلى ذلك اللقاء نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة